السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة اخرى في فيديو جديد يوم شاء الله غدي نشارك معكم وصفة مجربة وفعالة للسعال او الكحة غدي نحتاج في الوصفة ديالنا ديال اليوم اللفت عنده فوائد عديدة على الصحة وغدي نستعمله كوصفة طبيعية الكحة او السعال كيفما كتعرفو فيه اشكال كان لفت الطويل كان لفت الصفر كان لفت هاد البيض القصير وكان لفت اللي كيكون هكا في هاد الشكل هاد البيض اللي فيه الفيولي كيكون شوية في هالمرورة خدي نحب منه غدي نخوي لها الوسط ديالها او للجوف ديالها كنحاولو ما امكان بمساعدة ديال السكين غير بشوية كنبداو كنخويو القلب ديالها او للجوف ديالها غير بشوية عليكم لانا باش بنقاسو شي دينا ولا شي حاجة بحال هكا غير بشوية كنزولو ما امكان من الوسط ديال اللفت بالنسبة لهاد الوصفة انا شخصيا مجرباها الصراحة عندها نتيجة زوينة للكحة غدي تنفعكم وتنفع حتالي معاكم في الدار خصوصا في البرد كتكون كي تكونوا ديك نزلت البرد كي تكون لك حال واحد كي يسعل فهاد الوصفة هدي انا مجرباها وحتى انتو ما جربوها وغادي تنفعكم ان شاء الله والله يشافي الجامع وكذلك لا جربتوها وعطاتكم النتيجة عطاوا حتى انتو ما هاد الفيديو للناس اللي كتعرفوهم باش يحتاهو ما يستفدوا وتعم الفائدة للجامع فمن بعد ما خويت القلب ديالها كيف ما كتلاحظو هاد الشكل هكا هاد القلب اولى هاد اللوب ديال اللفث غادي ناخدو واحد الحكاكا رقيقة وغادي نحكوه باش غادي نوليو نستعملوه او غادي نوليو نرجعوه في قلب هديك اللفثة جربو هاد طريقة رهازوينة طبيعية ما فيها حتى شي حاجة ما فيها شي حاجة الكثيرة والنتيجة ديالها صراحة فعالة افيكاس سافي غادي نحكغي واحد شوية ما غاديش ناخدوه كامل واللي بقى لكم تقدرو تستعملوه في واحد الشربة او هكا فلاسوب موهم ما تطلوحوش هادك الباقي ديال اللفث تقدرو تستعملوه هادك اللفت اللي حكيتو غادي نرجعوه لقلب اللفته الوصفة اراها زوينة غادي تنفعكم ان شاء الله تبا غادي نحتاجو السكر غلاسي سكر غلاسي ناعم هو اللي غادي نوضعوه فقلب منها بعد ما رجعت لها هادك اللفت محكوك غادي ناخدو السكر غلاسي راكل شي عندو ضروري السكر غلاسي ما ديروش سانيدا بحراء باش كي يولي ايدوب في قلب منها كناخدو غايم علقة كبيرة كنوضعوها فوق منو هكا بها الطريقة هادي صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفة بالنسبة للناس اللي عندهم اه مرض السكري ما كان نصحكمش انكم تديرو هاد الوصفة هادية لان راهم مع القادية السكر راهم عارفين ماضيش نحتاجون وصايكم من الاحسن ما تديروهاش صافي دبا غادي نديرو واحد العلبة وغادي نخليه حتى كنشوف سكر ذاب داير في صورة السيرو سكر ناعم في القلب اللفت لا تلاحظوا معي سنجيب اصدر ملعقة هكذا سكرت كيتطلق اللفت كيتطلق المديالو والسكار كيدوب في ذاك المال اللي كيتلقوا اللفت وكيعطي واحد نتيجة زوينة الليشة في الجامع جربوها وان شاء الله تفيدكم وتفيد قاع اللي دارها انا شخصيا جربتها الصراحة ونفعاتني بالخصوص ذاك الكحالي كتكون قاسحة وكتتزير الواحد بالخصوص في الليل هذه الوصفرها طبيعية ما فيها شي حاجة اللي صعبة وإلا كانت عندكم العسل حرة تكون حرة ماشي دي المحلات حرة مئة بالمئة دي النحل راح تكون نتيجة أحسن وأفضل إلا كانت عندكم عسلة وصلنا إلى نهاية الفيديو وما بقى ليها إلا نقول لكم شكرا لكم بزاف على حسن المتابعة خليتكم على خير إلى فيديو آخر إن شاء الله ووصفة أخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة